ما أن يطلب مننا الطبيب مجموعة الفحوصات الروتينية المعنى بالكشف عن صحة الجسم العامة حتى نبادل رأسا إلى السؤال عن معدلات الكوليسترول الضار ونثبته في الجسم لكننا نخفل عن السؤال عن الدهون الثلاثية ما هي الدهون الثلاثية وما الذي نعنيه بها؟ هل هي فعلا ضارة بصحة الجسم؟ وهل هي تنطوي تحت مضلة الكوليسترول الضار؟ سنتحدث أكثر عن علاقتها أيضا بضغط الدم ومرض السكري مع ضيفي الدكتور زاهر الكسيح استشاري أمراض القلب والشرين حياك الله معنا دكتور زاهر صباح الخيرات يا مرحبا دكتور زاهر يتجدد اللقاء بك اليوم ولكن للحديث عن الدهون الثلاثية فعليا عندما يطلب مننا الطبيب الفحوصات المتعلقة بالدم وصحة الدم رأسا نسأل عن الكوليسترول الضار لكننا نخفل عن السؤال عن الدهون الثلاثية فما الذي نعني دكتور بالدهون الثلاثية؟ الدهون الثلاثية هي أحدى الدهون الموجودة داخل الجسم وتمثل واحدة من الدهون الضارة فإذا كان زادت نسبة الدهون الثلاثية عن مشتوى معين تعتبر أحدى الدهون الضارة داخل الجسم هي تختلف اختلاف كامل عن الكوليسترول فإذا زاد مستوى الدهون الثلاثية عن رقم معين عن 150 ميلي جرام فهي تعتبر مرتفعة وكلما كان الارتفاع أكثر كلما كان احتمال أن تسبب ترسب الدهون داخل الشرعيين ما يسمى بي تصلب الشرعيين أكثر لكن احتمال أن تسبب هذا التصلب هو أقل من الكوليسترول الضار اللي هو الـ LDL عادة وما يسمى بي الـ non HDL فإنما خاصة إذا اقترنت مع أشياء أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر أو مقاومة الإنسلين أو السمنة هنا تصبح معشر خطر إذن دكتور ما هو المعدل الطبيعي لدهون الثلاثية في الدم؟ هو أفضل شيء أن تكون أقل من 150 ميلي جرام لكل ديسلي يعتبر ارتفاع بسيط إذا كانت ما بين 150 إلى 200 أو 199 ميلي جرام لكل ديسلي ومن 200 إلى 400 يعتبر ارتفاع متوسط وإذا كانت أكثر من 500 ميلي جرام هذا يعتبر ارتفاع شديد نعم هل يختلف هذا الرقام دكتور بين الفئات العمرية أو بين الجنسين؟ عادة ما فيه فرق يعني عند الطفل وعند البالغ وكبير السنة الرقم ماخذ؟ عند الأطفال سواء كان يعني بنسبة لي الكوليسترول أو الدهون الثلاثية تكون المستويات أقل بلا أدنى شك نعم بس بين الجنسين ما فيه فرق مهم يعني عادة تعتمد على بنية الجسم وخاصة على كمية الدهون الإحشائية وهي الدهون الموجودة في جدار البطن وداخل البطن كل ما زادت كمية الدهون الموجودة في جدار البطن وفي تجويف البطن كل ما زادت الدهون الثلاثية المشكلة في الدهون الثلاثية هي أنها إذا كان وصلت لمستوى 500 ميلي جرام فأكثر أو ألف ميلي جرام أو آلاف الميلي جرامات فهذا قد يكون أحد الأسباب التي قد تؤدي لالتهاب البنكرياس وهذا أحيانا قد يكون الالتهاب سيء للغاية نعم دكتور عندما تحدثنا عن معدلات الدهون الثلاثية الطبيعية في الدم وقلت أنها لا تختلف إلى حد كبير بين الفئات العمرية لكن لا شك تكون عند الأطفال أقل إذن هل من الممكن فعلا أن يعاني الطفل من دهون الثلاثية أو كوليسترول دار؟ نعم ممكن أنه أحيانا قد يكون ارتفاع الدهون الثلاثية بسبب وراسي يتعلق بإمكانية الجسم للتمثيل الغذائي للسكريات والنشويات يعني مشكلة في الأيض نعم هذا صحيح فهو من المعروف بأن الجسم عادة يخزن السكريات الزائدة والنشويات الزائدة في الجسم على شكل دهون وخاصة دهون ثلاثية فتتحول للسكريات والنشويات داخل الجسم بعد أن يأخذ الجسم حاجة ضرورية يتم تخزينها على شكل أحماض أمينية وبالتالي تتحول إلى ما يسمى بالدهون الثلاثية ويتم تخزينها داخل الخلايا الدهنية في الجسم من أجل استعمالها لاحقا لإنتاج الطاقة نعم دكتور إذن بما أنك تحدث عن دور الوراثة في الإصابة بالدهون الثلاثية هل من عوامل خطر أخرى دكتور تؤدي إلى الإصابة بالدهون الثلاثية؟ إذا كان الشخص مصاب بمرض السكر أو بمقاومة الإنسولين هي مرحلة ما قبل السكر يكون أكثر عرضة لارتفاع الدهون الثلاثية وأيضا يكون أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول ما يسمى بمتلازمة الأيد التي هي تجمع ما بين ارتفاع السكر وارتفاع ضغط الدم وتدني مستوى الكوليسترول الجيد وارتفاع الدهون الثلاثية وزيادة الدهون الإحشائية عادة هذه إذا اجتمعت معا فتساعد في حدوث مرض الشرين فكلما كان عوامل خطورة أكثر كلما كان احتمال الإصابة بمرض الشرين سواء كان شرين القلب أو شرين الدماغ احتمال أكبر بمعنى آخر النوبات القلبية أو السكتات الدماغية نعم من المعروف دكتور أن هناك علاقة وطيدة ما بين السمنة وما بين الإصابة بالدهون الثلاثية لكن هل هذا الحكم قطعي أو بمعنى آخر هل كل شخص بدين مصاب بالدهون الثلاثية وهل الدهون الثلاثية لا تصيب إلا البدناء لا طبعا ممكن أن الدهون الثلاثية قد تصيب أشخاص لا يعانوا من السمنة إنما في معظم الأحيان هي الدهون الثلاثية إذا كانت السمنة داخل تجويف البطن وفي جدار البطن هذا النوع من السمنة هو اللي عادة يصاحب الارتفاع بالدهون الثلاثية هناك ما يسمى بالسمنة الصحية وهي أن يكون الشخص وزنه منتشر لجميع أجزاء الجسم وليس فقط في منطقة الإحشائية أو في الوركين فإذا كانت بعيدة عن الورك وبعيدة عن فعليا هو في الدهون الإحشائية حتى أكثر من الورك الواقع هو زيادة الدهون الإحشائية اللي هي في جدار البطن وداخل تجويف البطن يعني بمعنى آخر على الكلا مثلا على الكبد يعني في الغشاء اللي عادة بيمسك الأمعاء داخل البطن هذه الدهون ما تسمى بالدهون الإحشائية هي اللي عادة تساعد بحدوث مقاومة الإنسولين ابتداء ثم المرحلة اللاحقة هي مرحلة مرض السكر إذن دكتور هذا يقودني إلى سؤال الدهون الثلاثية هل من أعراض لها عند ارتفاع معدلها في الدم ولا يجب فقط إجراء فحص معين للكشف عنها وللأسف في معظم الأحيان لا يوجد أعراض لارتفاع الدهون الثلاثية في حالات نادرة قد يكون هناك ترسبات دهنية خاصة فوق الجفن العلوي في المنطقة هذه فوق الجفن العلوي قد يحصل ترسبات دهنية تسمى زانثيلازمة ترسبات اللي على شكل نقاط بيضاء قد تكون النقاط أو على شكل صفيحات وأحيانا قد يكون هناك ترسبات في هذه المنطقة مثلا من الزراعين أو هذه المنطقة عند الركب فقد يكون هناك ترسبات دهنية شكلها كيف دكتور؟ هي ترسبات دهنية وعادة لونها أصفر هي عبارة عن ترسبات دهنية وعادة تتناسب طردا مع نسبة الدهون الثلاثية وخاصة إذا كان ارتفاع الدهون الثلاثية وراثيا أما في الحالات العادية التي عادة تتعلق بزيادة الوزن من النادر أن تحصل هذه الترسبات إنما أعراض أخرى لا يوجد أعراض أخرى نادر جدا ما تحصل أعراض أخرى مع ارتفاع الدهون الثلاثية فإذا لابد من إجراء فحص الدم كما هو الحال بالنسبة للكولسترول من أجل التأكد من كونه هل الشخص يعاني من ارتفاع الدهون الثلاثية أو هل يعاني من ارتفاع الكولسترول فهو مثله مثل حالة الضغط الضغط عادة يسمى بالمرض الصامت هذا أيضا في معظم الأحيان لا يوجد أعراض هل هذا يعني دكتور أن الفحص السريري والكلينيكي غير كافي للكشف عن وجود أعراض ومؤشرات للإصابة بالدهون الثلاثية هذا صحيح إلا إذا كانت حالة زيادة الدهون الثلاثية هي من النوع الوراثي من النوع الوراثي عادة يصاحبها ارتفاع عالي جدا بنسبة الدهون الثلاثية وتحصل هذه الأعراض التي هي عبارة عن ترسبات دهنية على الجسم اسمح لي دكتور إذا كان السبب وراثيا هل هذا يعني إنه لو كان نمط الحياة اللي بيعيشه المريض صحي قطعا سيصاب بالدهون الثلاثية لوجود عامل أو استعداد وراثي هو كل ما كان كل ما كان استهلاك أو استخدام السكريات أكثر كل ما كان تناول الكاربوهايدرات النشوبيات أكثر كل ما تحولت داخل الجسم إلى دهون فإذا كانت سعرات الحرارية كبيرة عالية فهذا عادة يصاحب وارتفاع بي نسبة الدهون الثلاثية طبعا الجسم يأخذ حاجة من السكريات وبعد ذلك يتم تحويل السكريات داخل الجسم إلى دهون الثلاثية وتخزن داخل الخلايا الدهنية في الجسم إذن هي تقترن اقتران كامل بتناول السكريات والنشويات البسيطة وبمقدار السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص خلال الـ 24 ساعة لم تشير دكتور إلى تناول الدهون أيضا الدهون المشبعة والدهون المتحولة تلعب دورا هاما ولكنه أقل يعني الغريف الموضوع تخيل دكتور يعني الناس يعتقدون أنه أنا إذا بتعدث عن تناول الدهون والغذاء كامل الدسم إذن أنا في أمان لا يعتقد أو لا يظن بأن السكريات والحلويات والكربوهيدرات ونشويات قد تلعب دورا في الإصابة بالدهون الدهون المشبعة أكثر اقترانا بارتفاع الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الضار داخل الجسم فكلما تناول الشخص يعني دهون مشبعة أو دهون متحولة يعني مثل السمنة والزبدة مثلا والدهون المصنعة فهذه عادة تقترن بارتفاع نسبة الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الضار اللي هو عادة يعني يسبب مرض الشرعين أكثر من ارتفاع الدهون السلاتين نعم الآن نأتي إلى السؤال الذي ينتظره الكثير من المشاهدين في محور هذه المقابلة وهو العلاج كيف يحدد شكل العلاج؟ هل يكون بتغيير نمط الحياة؟ أم بأقراص زوائية؟ أم بإجراءات أخرى أنتم تختارونها كأطباء؟ طبعا الموضوع يعتمد على مستوى الدهون السلاتي إذا كان ارتفاع بسيط مثلا 200 ميلي جرام لكل ديسيليتر أو أقل من 400 ميلي جرام لكل ديسيليتر نبدأ بالعلاج عن طريق تغيير نمط الحياة بمعنى آخر زيادة النشاط الحركي بأن يمارس الشخص الرياضي يوميا أو على الأقل خمسة أيام من كل أسبوع وأقلها نصف ساعة يوميا أو نصف ساعة خمسة مرات من كل أسبوع إضافة لتجنب السكرية رياضة دكتورة تكون عنيفة؟ يعني عدة أشكال من الرياضة بالدرجة الأولى ما يسمى بها الرياضة الهوائية أو الكارديوم لكن يمكن أيضا حمل بعض الأوزان يعني ليس المقصود هو زيادة الكتلة العضلية لكن المقصود هو حرق السعرات الحرارية فكلما أنه زادت نشاط الشخص الحركي كلما تم استعمال السعرات الحرارية الزائدة من أجل تجنب تشكل الدهون الثلاثية كلما قلت السكريات كلما قلت النشويات البسيطة استهلاكا كلما قل إنتاج الأحماض الأمينية وبالتالي الدهون الثلاثية داخل الجسم إذا لم ينجح هذا الأسلوب تغيير نمط الحياة من ناحية الطعام ومن ناحية الرياضة نلجأ عادة للعلاج نبدأ عادة بعلاجات الكوليسترول يعني دكتور اسمحلي قبل أن نتحدث عن الإلاجات الدوائية كم المهلة التي تعطونها للمريض حتى فعلا أنه يتخلص من هذا المعدل المرتفع من الدهون الثلاثية داخل دمر خلال تغيير نمط الحياة إذا كان الارتفاع أكثر من 500 ميلي جرام لكل ديسليتر في معظم الأحيان نبدأ بعلاج دوائي إضافة لتغيير نمط الحياة أما إذا كان المستوى أقل من ذلك ننتظر قد ننتظر عاما كاملا قبل أن نبدأ بالتفكير بالعلاج طبعا أي شخص عادة بحاجة لعدة أشهر حتى يستطيع يضيير نمط حياته وأيضا يزيد النشاط الحركي مما ينعكس على نزول الوزن وخاصة إذا أردنا أن نتخلص من الكرش والدهون الإحشائية هذا يحتاج لوقت عادة لجهد ولحمية لفترة لا بأس بها نعم والدواء كيف يكون شكل الدواء؟ عادة وخاصة إذا كان اقترن ارتفاع الدهون الثلاثية مع ارتفاع الكوليسترول وهذا شائع شائع جدا أن يقترن ارتفاع الدهون الثلاثية مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في هذه الحالات نبدأ عادة بما يسمى بالستاتينات استاتينات وهي معروفة عادة مثل الليبيتور والكراستور والزوكور وما شابه هذه العادة نبدأ بها لأنه الصحيح أن الكوليسترول هو عامل أهم من ناحية حدوث مرض الشرين هو عامل أهم من ارتفاع الدهون الثلاثية ولكن بعد ذلك ممكن التفكير بعلاجات أخرى عادة هي ما يسمى بالفايبريتس هي شكل من أشكال العلاجات الأخرى اللي عادة هي متخصصة بتخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الجسم أحيانا إذا كان الكوليسترول طبيعي تماما وفقط هناك ارتفاع بالدهون الثلاثية ممكن أن نبدأ بالفايبريتس قبل أن نفكر بعلاجات أخرى أو أن نستعمل مثلا استاتين مع الفايبريتس هناك علاجات أخرى مثل الأوميغا ثري زيادة مثلا استهلاك الأسماك في الطعام مثل مثلا سمك الماكاريل يعني أسماك المذهنة سمك السالمون مثلا هذه الأسماك غنية بأوميغا ثري وعادة أوميغا ثري هي شكل من أشكال الفاتي أسد الأحماضي الدهنية التي تساعد في تخفيض نسبة الدهون الثلاثية أيضا يمكن استعمال ما يسمى بنياسين لكن أعراض الجانبية عادة أكثر من الفايبريتس أو الستاتينات بما أنك تحدثت عن الأعراض الجانبية دكتور هل الأدوية التي تم ذكرها تتعارض مع مضادات التخثر؟ هل ممكن أن تسبب أعراض جانبية لدى بعض المرض؟ نعم نعم الفايبريتس أحيانا عند ممكن وخاصة الأوميغا ثري لها أعراض جانبية الأوميغا ثري وحتى استهلاك كمية كبيرة مثلا من الأسماك التي تحتوي على الأوميغا ثري ممكن أن تؤثر على المميعات في الدم إذا كان الشخص مثلا يأخذ علاج مثلا ووفرين لتميع الدم فهذا ممكن يزيد من نسبة التميع في الدم فعلى المريض أن ينتبه لهذا الأمر وكذلك لابد من تنبيه الطبيب بأنه الشخص يعني مثلا يكثر من تناول الأسماك المدهنة أو أنه يتناول أحيانا في كثير من المرضى يعني يأخذون أوميغا ثري واحدة من دون وصف مكملات الغذائية دكتور مكملات الغذائية نعم بما أنك قلت أوميغا ثري هناك بعض المكملات الغذائية يكون فيها أوميغا ثري وأوميغا سيكس أنتم لا تحبي دون أوميغا سيكس نحن نفضل أوميغا ثري أوميغا ثري أوميغا ثري هي فقط نعم هذا صحيح هي التي تقترن عادة بتخفيض نسبة الدهون الثلاثية هل يمكن أن أخذها بدون وصفة طبية؟ نعم هي موجودة بدون وصفات طبية يمكن أخذها من الصيبليات في م Cube وفي مظ像 دول العالم موجودة Agriculture من دون وصفة طبية لكن عندما تستعمل من أجل تخفيض نسبة الدهون الثلاثية تستعمل بجرى عالية ما هي جرى يعني كابسولة يوميا أو كابسولة مرتين يوميا إنما دكتور تأخذ على شكل كابسولتين ثلاث مرات يوميا من أجل تخفيض نسبة الدهون الثلاثية خاصة إذا كانت الدهون الثلاثية مستوها عالي جدا فقد لا تنجح الفايبريتس وحدها بتخفيض نسبة الدهون الثلاثي لمستوى كافي فعندها لابد من استعمال الأوميغا 3 بجرع عالي من أجل تخفيض الدهون الثلاثي هل يمكن أخذها دكتور من قبل حوامل؟ إجمالا في الثلاث أشهر الأولى من الحمل نتجنب جميع العلاجات في الثلث الثاني والثلث الثالث خلال الحمل يمكن أخذها على أنه يتم إيقافها عادة قبل الولادة بأربعة خمسة أيام نعم دكتور دكتور اسمح لي بسؤال أخير في حال إهمال علاج الارتفاع للدهون الثلاثية في الدم ما هي عواقب الخطر دكتور؟ العواقب إذا كانت النشبة أكثر من 500 مليجرام فقد يصاحب هذا الارتفاع وخاصة إذا كان وصل لآلاف قد يؤدي لالتهاب البنكرياس والتهاب البنكرياس هو أحد أسوأ أنواع الالتهابات التي يمكن أن تحدث الارتفاع المتوسط إلى الشديد هو أحد العوامل التي تساعد في حدوث مرض الشرين سواء كان شرين القلب أو شرين الدماغ أو السكتات الدماغية أو السكتات القلبية ويساعد في ترسب الدهون داخل الشرين نعم بما أنه انتهت المقابلة لكن لا بد من أن أسأل سؤال دائما ما أسأله خلال مقابلاتي إلى من نتجه عند إجراء مثل هذه الفخوصات عند وجود معدل عالي من الكوليسترول الضار من الدهون الثلاثية طبيب القلب طبيب أمراض الدم إلى من نتجه الباطني دكتور؟ هو فعليا أي طبيب حتى لو كان طبيب عام بإمكانه أنه يتحكم بارتفاع الكوليسترول وبالنسبة للأدوية دكتور ممكن يعطيها طبيب عام؟ من الممكن لكن إذا كان اقترن ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية بارتفاع ضغط الدم بالسكر بالسمنة وبتاريخ مرض شرين بالعائلة فعندها لا بد من مراجعة طبيب القلب كل شكر لحضورك معنا الدكتور زاهر الكسيح سوشري أمراض القلب والشريين على ما قدمت من معلومات جدا مهمة عن الدهون الثلاثية في الدم نسأل الله السلامة والعافية للجميع شكرا دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا